طب شو المشكلة اللي بتسبب الفتور الروحي المشكلة الرئيسية اللي بتسبب الفتور الروحي هو الخطيئة الخطيئة هي سبب كل المقاسي وهي سبب كل المشاكل وهي سبب كل اللي منشوفه في هذا العالم يقول الكتاب من يخطئ عني يضر نفسه دايما الخطيئة فيها مضرة وفيها مأساة وفيها مشكلة وفيها طبعا سبب اللي بتخلي الإنسان فعلا يبتعد عن الله مشكلة تانية الفتور الروحي بسبب الكبرياء الإنسان لما بيختبر يسوع المسيح لازم يكون واضح في حياتك شيء اسمه ثمر الروح محبة فرح سلام طول أنا وهذه أحباء ضد عكس الكبرياء الكبرياء الإنسان بيشوف ذاته محبة الذات محبة النفس الكبرياء بتخلي يكون الإنسان ممكن يكون متدين ظاهريا لكن من قلبه من جوه فعلا في مشاكل كثيرة في مظاهر التدين التدين أحبائي فبيقول الكتاب لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني جدا الكبرياء هي اللي بتحجز وبتسبب مشاكل الخطيه الغير معترف فيها الإنسان الفاتر بيفتر لأنه في خطايا في حياتنا أو خطيه غير معترف فيها أمام الناس منبين متدينين لكن أمام الله الله بيعرف إيش هي المشكلة الخطيه الغير معترف فيها بتقود الإنسان إلى حياة التساهل إلى عدم الاستقامة في حياته وطبعا بيبتدي يحور ويحرف الحقائق يعني الإنسان المؤمن بيكون فنان في مبدع في تقديم نص الحقيقة يعني مثلا ممكن يعمل شيء لكن بيتكلم عن شيء بصيغة تانية بحورها بحرفها لمصلحته أو بيتكلم نص الحقيقة لكنه نص التاني بيكون عم بيعمل شيء تاني فبيحاول يظهر مؤمن لكن من جوه في حياته عدم القداسة وعدم الاستقامة وعدم فعلا التشبه بشخص الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر